بعدما كان البنك يوظف 48150 شخصا أو أقل بمقدار 2330 شخصا عن الثلاث السابق عندما بدأ البنك إعادة هيكلة إدارته استقالات بالجملة من طرف موظف بنك كريدي سويس أسبوعيا بعد موافقة بنك يوبيس على شرائه مقابل ثلاث مليارات فرنك تحت ضغط السلطات السويسرية لتجنب إفلاسه ووفقا لشروط الصفقة سيحصل كل مساهم في كريدي سويس على سهم واحد في يوبيس مقابل كل 22 سهما يمتلكها في كريدي سويس بما يعادل 0.75 فرنك لكل سهم من أسهم كريدي سويس لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى حوالي ثلاث مليارات فرنك سويسري سيرجو إيريموتي الرئيس التنفيذي لبنك يوبيس أكد أنه لا توجد نية في الوقت الحالي لتسريح العمال في هذه الفترة على الرغم من أن التوظيف سيكون الجزء الأكثر إلاما من صفقة البيع معولا على المغادرة والتقاعدي العفوي للحد من حذف الوظائف